الاستجابة من قبل المواطن للشرطة المجتمعية حقيقة فالشيء مبهر ومفرح جدا عندما نشاهد المواطنين بالطلبة بكل فئاته انه تتجاوب مع الشرطة المجتمعية وتتجاوب مع ما تعمله الشرطة المجتمعية حقيقة هذه الشراكة وهذا التعاضد اصبح لدينا دفاع قوي بتقليل الجريمة وبالفعل انه قلت الجريمة لهذا العام 40% اما عن ظاهرة الانتحار او حالات الانتحار اللي حدثت ليس مسؤولية وزارة الداخلية فحسب ولكن يجب ان تتعاضد جميع الجهود من اجل تقليل هذه الظاهرة يعني مثلا احنا لو رجعنا الى اسباب الانتحار كثيرة جدا منها التفكك الاسري منها هذا عمل الشرطة المجتمعية له باع كبير وطويل وانجازات بهذه وقصص نجاح ايضا عندنا تعاطي المخدرات احنا اليوم الشرطة المجتمعية استطعنا في هذه الفترة من عام 2024 انا ما احكي لك عن 23 من عام 2024 استطعنا 375 شاب تم معالجته من السموم والمخدرات هذا مهدد بالانتحار اليوم استفدنا من المادة 40 من قانون 50 المخدرات والمؤثرات العقلية حقيقة هذه المادة لسنة 2017 هذه المادة تجيز انه للمتعاطي انه يعفي من العقوبات الجزائية اذا ما تم شفاءه ومعالجته وبالفعل تم معالجة هذه الاعداد وهذه الاعداد اكثر من 300 شخص تم او شاب معالجته من ضمنهم يعني فتيات صغيرات حقيقة ومعالجتهم واندماجهم بالمجتمع وتقديم الرعاية اللاحقة لهم واصبحوا بعيدين عن هذه السموم وعملوا كما بامورهم الطبيعية حقيقة هذا بمساعدة ذويهم اهلهم يعني تتصور اخي العزيز عندنا حالات وقصص نجاح كثيرة تشجعنا ان نعمل ونتقدم للامام عندنا من ضمن التأثير مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السوشال ميديا عاج بالمفيد والغير مفيد ولكن هو سلاح ذو حدين احنا يجب ان اليوم عوائلنا الكريمة واسرنا الكريمة يجب ان تأخذ دورها لان اليوم الاسرة اساسة بناء المجتمع اشتركوا في القناة